اهلا بكم من جديد يوصل اذا الدولي الجزائري رياض محرز سنع الحدث في وسائل الاعلامية البريطانية محرز الذي عاد لظهور مجددا ادلى بتصريحات الجمعة وضع بها حدا لكل الجدل الذي اثاره قرار تمرده عن نادي ثعالب بعد فشل صفقة انتقاله الى مونتشستر سيتي وقال محرز ان البعض استغل فترة غيابه عن الفريق للحديث باسمه مؤكدا في هذا الخصوص ان كل ما تم تداوله من انباء في الصحافة العالمية غير صحيح وقال محرز اهدافي دائما ثابتة ولم تتغير لقد قدمت دائما مئة بالمئة عندما العب للنادي والمشجعين وزملائي في الفريق وعضف محرز يقول هذه الاهداف لا تزال هي نفسها اليوم وفي المستقبل وعندما يطلب مني ان اكون جزءا من فريق لايستر سيتي سأواصل اعطاء كل ما لدي رياض محرز عاد للحديث عن غيابه وقال خلال العشرة ايام الماضية بعض الاشخاص زعموا بانهم اصدقائي وتحدثوا عني وعن اشياءهم لا يعلمون اي شيء عنها وختم حديثه بان ادارة فريقه كانت تعرف كل شيء عن اسباب غيابه وتفكيره وقال في هذا الشأن المسيرون في النادي كانوا دائما على علم بمكاني ولديهم معرفة بتفكيري اما بشكل مباشر او عن طريق مستشاريه هذا اذا وبعد عشرة ايام من الغياب عن نادي لايستر سيتي ظهر رياض محرز خيرا في تدريبات تعاليم الجمعة عندما انهى مقاطعته التي اعلنها بسبب فشل صفقة تحويله نحو العمونشستر سيتي في فترة التحويلات الشتوية المنقضية ونقل الصحفيون حضروا الحصة التدريبية للايستر الجمعة ان محرز تدرب بصورة عادية مع زملائه ولم يظهر عليه اي اثر لغيابه ومقاطعته التدريبات حيث كانت الابتسامة حاضرة على محياه وظهر يداعب زملائه في التدريبات وهو ما جعل الاعلام المحلي في لايستر يشير الى امكانية مشاركة رياض محرز في مباراة مونشستر سيتي السبت في الدورية الانجليزية رغم تأكيد المدرب كلود بيال الخميس غيابه عنها وقد يكون محرز المفاجأة امام نادي الاثرياء هذا وعد باب جوارديولا مدرب منشستر سيتي للحديث عن محرز حيث قال في ندوة الصحفية التي تسبق لقاء ناديه امام لايستر سيتي انه يحب كثيرا مشاهدة محرز يلعب لانه لاعب ممتاز في اخبار محترفين دائما تلقى الظهير ليصر للمنتخب الوطني ونادي النابولي لطالي فوز غلام ضربة موجعة اخرى خلاله الحصة التدريبية التي اجرها رفقة ناديه نابوليها الجمعة على مستوى ركبة رجله اليمنى اي نفس المكان الذي تعرض فيه لاصابة مؤخرا حتمت عليه اجراء عملية جراحية ما ابع عن الميادين لمدة طويلة هذا ونقل غلام على جناح السرعة الى العاصمة روما لاجراء فحوصات معمقة عند طبيب مارياني الذي اجر له عملية جراحية مؤخرا هذا وسيجري ظهير ليصر الجزائري عملية جراحية اخرى ويغيب على اثرها شهرا عن الميادين اشتركوا في القناة